موسيقى هذه المسائية من المياديين وافع نوين نقاش الليلة موسيقى قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني تفاعل فتحت أيد الفصائل ترفض وحماس تحذر هل يتطور الخلاف نائب رئيس المجلس التشريعي يتجاهل قرار الحل ويدعو إلى جلسة الأربعاء المقبل فما هو صقف وصراع المستجد الجهاد في دمشق وحماس في طهران لقاءات ومواقف دعم للمقاومة ونصرة لفلسطين وتشديد على مواجهة إسرائيل موسيقى مرحبا بكم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي أحيا نقاش مجددا حول انقسامه الوطني فالحديث حول الأسباب والخلفيات أعاد إثارة كل نقاط الخلاف بين حركتي فتح وحماس من المسؤولية عن إعاقة إنجاز الاتفاق والمصالح وصولا إلى تبادل الاتهامات حول المقاومة وحمايتها والتعاون الأمني والأموال القطرية إلى غزة دافعت حركة فتح عن قرار الحل واعتبرت أنه صادر عن المحكمة الدستورية فيما جددت حركة حماس رفضه مكررة الاستعداد لخوض الانتخابات المتزامنة والتي تشمل أيضا الرئاسة وبينهما تفاوتت ردود فعل الفصائل بين مؤيد لموقف حماس ومحذر من مخاطر هذه الخطوة على الوحدة فهل يكمل الرئيس الفلسطيني خطوات الضغط على حماس لدفعها إلى تسليم الحكومة زمام الأمور في غزة أم أن حركة حماس قادرة على الصمود أمام ضغوط السلطة وفيما النقاش السياسي يزداد حماوة بين الطرفين في فلسطين المحتلة كان النقاش حول الشأن الفلسطيني ينحصر بسبول دعم المقاومة في كل من دمشق وطهران قادة من الجهاد في سوريا ووفد من حماس في إيران وفي البلدين دعم وتأكيد للاستمرار في مواصلة الدعم للقضية والصمود في مواجهة إسرائيل إذن ألعلنا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر في مؤتمر صحفي رفض المجلس قرار المحكمة الدستورية بحله معلنا مواصلة عمله داعيا للفصائل كافة إلى المشاركة في جلسة ستعقد الأربعاء المقبل فإننا نعلن أننا سنعقد جلسة لمناقشة تدائيات هذا القرار الخطير ونضع كافة الفصائل الفلسطينية للمشاركة بهذه الجلسة أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتصرف بالمنطق القانوني أو الدستوري وأضف في اتصال مع الميادين أن أغلب الفصائل الفلسطينية أقفت ضد القرار لأنه لا يساهم في إنهاء الانقسام داخل البيت الفلسطيني أولا الرئيس عباس لا يتصرف أبدا بمنطق القانون ولا الدستور هذه المحكمة أصلا غير دستورية وغير قانونية وهي غير جهة اختصاص المجلسة التشريع لا يمكن لأحد حلو في القانون الأساسي الرئيس يتصرف بطريقة غريبة خارجة على الإجماع الوطن سنانا وفصائل كلها اليوم ضد هذا القرار هذا القرار ياسم امتياز يعمل الانقسام يعقد الوصول إلى المصالحة والأخر أنها خطوة جديدة من الرئيس أبو مازن باتجاه تصل قطاع غزة عن الدفرة الغربية هناك قرار كديم بتعصيل المجلس التشريعي وهذا القرار يستهدف عملية المصالحة ويستهدف الدول المصري الراعي لهذه العملية أكثر من أي شيء آخر أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن المجلس التشريعية من عام 2007 معطل وأن قرار حل المجلس التشريعي هو تنفيذ لقرار المحكمة الدستورية أبو يوسف قال أن سماح حكومة نتنياهو بمرور الأموال القطرية إلى حماس في غزة يخدم مشروع الانقسام الفلسطيني من 2007 حتى الآن منذ انقلاب حركة حماس في طبع غزة حتى هذه اللحظة لا يوجد مجلس تشريعي المجلس تشريعي معطل وبالتالي نحن لا ندافع لا عن قرار حل المجلس التشريعي ولا عن بقائه نحن حتث عن قرار المحكمة وكيفية التوجه بشكل موحد وصفائل وتتباه إلى علاقة الرضع الداخل الفلسطيني وعدم إبقاء هذا الانقسام الفلسطيني للوصول إلى تنفيذ أجندات عندما يتعلق الأمر بدخول الأموال عن طريق نتنياهو وعن طريق المعتمد القطري العمادي إلى قطع غزة هذا الأمر شكل أيضا سؤال مهم جدا لماذا يتم التعاطي من قبل حكومة نتنياهو على هذه الصفقة التي يستم بين خطر وبين حكومة نتنياهو لماذا برأيك؟ أنه يكرس انقسام يوصل إلى انتصال من أجل تكريس هذا الانقسام يتم اللعب في القضية الوطنية الفلسطينية ينضم إلينا من دمشق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سيد خالد البطش كذلك ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح سيد عباس زكي أهلا بكما والبداية تسمح لي سيد البطش أن تكون مع سيد عباس زكي لأنه في جملة من المواقف أو هو موقف شبه موحد من الفصائل الفلسطينية ترفض هذا القرار تحذر من تداعيات وتعتبر المجلس التشريعي سيد نفسه وبالتالي أسألك كيف تلقت السلطة وحتى حركة فتح هذه المواقف الرافضة لحل المجلس التشريعي أولا تحياتي للأخ أحمد البطش خالد وتحياتي لكم كمان وأنا مستغرب يعني كل اللي كان يقولوا بدناش أوسلو الآن يتمسكوا بمنجز من منجزات أوسلو العجيب والغريب عجيب أمر ما يجري وأصعب منه أن تدري غريب أنا شخصيا رفضت أترشح في الـ 2006 لأنني جبت على الأصوات في الـ 96 ولكن برفض أن تكون أوسلو غطاء لجريمة تستمر ضد الشعب الفلسطيني والآن بعد 25 سنة أدرك أبو مازن مهندس أوسلو أنه ما فيش شيء ويجب أن نأخذ مواقف وننتقل منها السلطة إلى المنظمة ومن التشريع إلى البرلمان وأنا في اعتقادي أنه قضية زيها أنه ما قشة بعقل يعني إيش اللي كان والله المجلس التشريعي بيأديه حتى الناس تجيم لجيامه إذا كان غطاء هو لاستمرار الانقسام لا الشعب الفلسطيني أنهك والناس اللي يعني كانوا يتطلعوا إلى مثل هذا اليوم أن نلغي اتفاقية باريس الاقتصادية أن نلغي كل ما يتعلق بأسلو ومنها أيضا المجلس التشريعي كان لازم ينبسطوا أنا مستغرب كيف وبالتالي هذا القرار جاء نتيجة أنه نواب اشتكوا للمحكمة وصدر الحكم صدر الحكم ويجب أن ينفذ لما بصدر السلطة القضائية بتصدره أما واحد يقول هلأ شو هذه المحكمة وشو شرعية فلان معسساتنا تحتاج الآن إلى رؤية وإعادة الاعتبار وطالما في قسمة كل واحد متغطب شغلة لا يوجد مستقبل لأي أنت بنا نظل هيك وبالتالي لو كان فيه وحدة وهلأ نقسمت وإذا الحل هذا حل المجلس صار مشكلة لا هاي أحمد البص وفيه مجموعة كبيرة سيد خالد البطش سيد عباس بانا من دمشق فقط سيد زكي هالقرار هو إعلان حل أوسلو ما هو مرتبط بإعادة الانتخابات لنفس المجلس التشريعي الأمر يقدم أيضا بأنه إذا كان الأمر ضد أوسلو فكل ضد كل ما أفرزوا أوسلو وليس ربما المجلس التشريعي كله 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 بلغت باريس وبلغت إسرائيل بموضوع الاتفاقية الاقتصادية وبلغوا الإسرائيليين بوقف كل أشكال العمل معهم والناعي لكل شغلة سيكون بسرعة بسرعة ما تظل معنا وقت فيه الآن منظمات إرهابية بالطاردنا وفيه مستقبل ضايع إلى متى نحن نظل متشبتين بمؤسسات مش موجودة كمان نتعجبنا الوضع كلنا والآن خطوة سيد البطش ما تعليقك على ما تقدم به سيد زكي ولماذا التركيز على حل المجلس التشريعي وليس على النقطة التي تليها إجراء انتخابات تكون فاصلا محددا وربما تفرز مصالحة سمحي لي أستاذ أختي الفاضلة أولا تحية لك وللأستاذ عبا الزكي وللمشاهدين الكرام في كل مكان من سوريا من الشام من دمشق التي استطاعت أن تحافظ على دورها في السرعة مع العدو الصهيوني واستطاعت أن تحافظ على هوياتها أيضا ولم تخرج المربع المقاومة ولم تصبح كما أريد لها رافعة للتطبيع ورافعة للتراجع وتخلع القضية الفلسطينية فأنا أبارك لأهل سوريا وأهنيهم على هذا الأمن والاستقرار على الأقل ما رأيته في دمشق ونحن سنتحدث عن هذه الزيارة سيد بطش عذرا للمقاطعة لأنها مهمة وأن تطل من دمشق وخصوصا أنك آخر مرة كنت في دمشق في عام 2011 حتى قبل بداية الأحداث وهذه الزيارة ما بين آخر مرة واليوم حدث الكثير سنتحدث عن ذلك لكننا نبدأ بتداعية قرار الحل فضل وعذرا للمقاطعة شكرا أستاذ وليهمك بالتأكيد أنا فقط ليس في وارد الرد على الأستاذ عباز زكي بالعكس نحن من حركة الجهة الإسلام منذ البداية قلنا أن هذا الاتفاق السيء اتفاق التسوية السياسية مع إسرائيل كان أحد الضربات القاتلة للقضية الفلسطينية وطالما طالبنا بالخروج من هذا الاتفاق واستبداله بإنهاء مرحلة القوصل وأعتقد أن الرئيس أبو عمر رحمة الله عليه كان يفترض في العام 1999 أن يخرج مدى الاتفاق باتجاه إعلان دولة وهذا لن يحصل لذلك نحن نقول في مدخل التسوية السياسية كان هدف بالأساس هو خلق حالة من الصراع الداخل بين أبناء الشعب الفلسطين ووصلنا في النهاية إلى صراع حاد بين حركة فتح وحماس وصلنا بها إلى انقسام عمره الآن 12 سنة والسؤال الذي نسأله هل قرار الأخ أبو مازن أو قرار المحكمة الدستورية التي عليها جدل كبير بين طرفي الأزمة وبالذات مع القانوني بغزة والضفة وحتى بالخارج هل هذا القرار سيؤذل انقسام الفلسطيني بين فتح وحماس هل سيعيد الوحدة الوطنية إذا كان هذا القرار سيعيد الوحدة الوطنية وانقسام فبالتأكيد نحن معه إذا كان هذا القرار أخي أبو مشعل سيتجاوز أبو مازن من خلاله من مرحلة أوسلو إلى مرحلة جديدة عنوانها الخروج من اتفاق سياسي وسحب الاعتراب بإسرائيل وكذلك الخروج من اتفاق أوسلو فبالتأكيد نحن سندعم هذا القرار لكن إذا كان هذا القرار بحد ذاته هو إضافة نوعية للانقسام بين الأطراف المتصارعة على الأقل منقسمة وسيخلق حالة من الجدل الداخلي وسيعمق الشرخ وانتبه يا أبو مشعل سيزيد من الانقسام وربما يأخذ الجميع إلى تدوير الأزمة بين فتح وحماس انتبهوا جيدا من هذا الكلام لذلك إذا كان هذا المقتضى الأول هو باتجاه تعزيز الحالة الوطنية والخروج من اتفاق قوصل باتجاه انهاء السلطة والذهاب إلى منظمة التحرير وعادة بنائها وتفعيلها على قعدة 2011 نعم هذا قرار يكون باتجاه منطقي وسليم لكن إذا كان عكس ذلك يصب في خانة المناكفة والصراع وكذلك الانقسام أنا أقول بوضوح هذا الانقرار لم يكن موفقا ويجئ بعادة النظر فيه ليس على قاعدة وعدم حل التشريع أو لا نحن لسنا جزءا منه ولكن نقول خوفا من بقاء الانقسام وحرصا منه على الوحدة الوطنية كنا نتمنى في البداية أن نستعيد وحدتنا أن نبني منظمة التحريع على أسل جديدة أن نتزم باتفاق 2011 أن نبني المرجعية الوطنية وأن نعيد لإعتبار المشروع الوطني هذا أفضل بكثير أما وأنه حصل في هذا الأمر فلذلك نحن فقط لدينا خشية وليس دفاعنا التشريع التشريع المؤسسة أسل نعم لكن الخوف الذي ينتابنا هو من تكريس حالة الانقسام والانتقال أخي أبو مشعل إلى حالة من الصراع الشرعية من يمثل ومن لا يمثل هذا خوف يجب أن يكون حاضرا لذلك إذا كان هناك أي حقيقية لما تفضل بأبو مشعل وأخ عزيز ونحتلم ونجل ومناضر أنه والله الهدف هو منه إلغاء اتفاق أسلو لا يريد أن يعقبه خطوات من رئيس محمود عباس بدعوة الإطار القيادة موقعة لمنظمة التحليل الاجتماع وعلى أن نطبق اتفاق 11 ونعيد بناء مرجعيقنا الوطني إذا هذا الكلام نشوفه على الأرض يكون القرار بهذا الاتجاه غير ذلك نصبح نخشى أن يزيد الزيت على نار الانقسام بين الإخوة بحركة فتح وحركة حماس هذا هو المنطق الذي نحب أن نعكي سيد عباس زكي تعليقك أنا بدي أشكره ونعرف موقفه للأخ أحمد ولزياد بنخالة كلهم موقفهم نعرفه كويس هم متضررين أصلا مثلي أنا أنا في فتح لكن من أجل موقفي ما عنديش بيئة فيه زياري واللي بدي ناظر بدي يتحمل إحنا بنقول الآتي فرصة بالنسبة لنا اللي بنرفض أوسلو إنه الآن نخرج منها يا أخي وأجا الوقت اللي أبو مازن شعر بأنه نقدم كل شيء والآن مكتوب وينما كان بدهم يغتالوا وبتطاولوا عليه فبقول الرجل أنا الأوان أن ننزع هذا التوب وأن نلجأ إلى شعبنا وأنا بقول الاجتماع الأخير بدناش نحكي على الهوى لكن كان اجتماع بعيدنا إلى وهج المواقف الكبيرة القديمة صحيح في خلافات بيننا وبين حماس وصحيح في خلافات في الشارع الفلسطيني والحالة لا تطاق لكن افترضها القرار شايفينه الناس سيئ وشايفينه الناس أنه غلط يعني بيعكسوها على المواقف القديمة يا أخي فلتكن منه فرصة أنه هذا الشعب العظيم حرام أنه يظل نتيجة عقم في عقل القيادات الفلسطينية والبسلم كرسي بد يظل جاهد عليه لا يا أخي فأنا رأيه فرصة في ستة شهر الستة شهر غليلة جدا لازم يكون أطول حتى هذه الستة شهر داعية إلى أنه فتح بجدية ماشي الآن صاحبة مشروع انكسر عملية سلام تسكرت مؤسسات شو بشتغل المجلس التشريعي إلا غير لما طلع أبو مازن على الأمم المتحدة بدي يجيب إنا موقف قالوا لا يمثلنا غلط غلط فأنا رأيي وأنت بتعرف يا أخ أحمد قديح دفعتنا عن حماس قديح بدافع عن موقف الغائد ولكن إنه الآن نتكاتل علشان إلغاء فرع من فروع أوسل ولا غلط خلينا نقول لو الإجراء نصحيح هل نعتبرها فرصة الآن أنت تريد أن تعتبرها فرصة لكن طالما تحدث عن هذا الاجتماع بهذا النفس الذي كنت تنقله ما الذي كان يمنع أن يكون هناك في نوع من التواصل والتشاور هل كانت المجلس التشريعي معوق لإجراء الانتخابات حتى يتم حل ومن ثم إجراء الانتخابات ما الذي منع أن يكون هناك تنصيق مع حركة حباس للخطوة حتى لا تعتبرها خطوة استفزازية موجهة بشكل مباشر لها وهي تقول أن المعطل الأساسي كان لعقد هذا المجلس أنه رئيس أبو محمود عباس لم يدعو إلى عقده أصلا لا في خمسة تموز 2007 آخر اجتماع نعم وآخر يعني لو النواب هذول يا ستة في شهر في تموز 2007 الناس نسيت أنه عندنا تشريعي الآن البلد بدون قوانين الرئيس في سن مراسيم وهذا لك بأخذ قرارات ومحدش محد فأنا من رأيي كان يجب أن نلتقطها فرصة وخاصة من العقول الوازنة ومن كل الفصائل أنه أنا الأوان أنه بدنا نطلع من أوسلو وبدنا نعيد الوهج لمنظمة التحرير وبدنا نحرك الشارع الفلسطيني مش نختلف عشان كيف نكون يعني متمسكين في مؤسسة ماتت من 12 سنة وبالتالي أنا بقول ما لازم هالمعركة هاي سواء فيه غلط أو فيه صح أنا بقول فرصة وبالتالي بطمن الأخ أحمد إحنا ماشيين إحنا ماشيين للخروج نهائي من 25 سنة دفعنا فيها ثمن من سمعتنا ودفعنا فيها ثمن من أرضنا ومن ثقافتنا لكن امتلكنا مواقع متقدمة عالميا وكل العالم الآن بتعرف أنه فيه إنجازات وإنبارحيات الأوروبيين أخذوا قرار والعالم بأخذوا قرارات بس إذا لم نكن هناك في وحدة على الأرض لن تنفذ إن الوحدة الجغرافية والوحدة السياسية هي الأساس وأنا بقول لك مدعوين الآن الأخوان في الجهاد يتفضلوا يجيبوا يعقدوا اجتماعات خلينا نخرج إلى انتخابات ما هي حماس بتقول فتح ما لهاش رصيد يا أخي قبلنين يلا ننزل على الانتخابات وإن شاء الله بأخذوها هم القصة كيف بدنا ننقذ وطن مش كيف بدنا نقله فصيل خلينا نخرج من دائرة الفصائل إلى الشعب واحتياجاته حراماً اللي في غزة بصير في يوميك والفي الضفة بصير في يوميك والفي المنفة شو هذا السراع؟ سيد زكي أن ننقل ذلك السيد البطش سيد خالد البطش هل لك اسم آخر أحمد لأنه مصر السيد عباس زكي يقول لك أحمد البطش ربما نحن لا نعلم أو اسم حركي أو هو أرادة ربما أن يسميك أحمد بكل الأحوال أسألك سيد البطش بنقطتين أول نقطة موضوع التدويل الذي تخجى منه الأزمة بين فتح وحماس وهذا أقتبس ما قلته تشرح لنا ذلك وفكرة الخيارات الجديدة يعني لماذا الإصرار أن نرى مصالحة من بعد المصالح حتى لو ما جاء في 2017 تفرز انتخابات لماذا قد تكون وهو ما يقول السيد عباس زكي انتخابات تفرز من بعدها مصالح الحقيقة اسمحي لي فقط لما فهمت وما ينبغي أن نقوله في هذا اللقاء أن الرهان على وطنية الآخرين جيد جدا وأن الناس تسامح جيد جدا والناس تتفهم جيد جدا ولكن السؤال هل تشاورت السلطة وحركة فتح مثلا على سبيل المثال مع شركاهم في السلطة والنظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسهم حركة حماس اللي بتمثل أغلبية في التشريع مثلا إذا هذا الكلام حدث وتم التوافق على إلغاء التشريعي لا يلغي التشريعي وإلغاء التشريعي وكل منظومة تلتغي ما في مشكلة ونحن متمسكين ولا ندافع عشان الحوار لا يصبح كأننا في الجهاد يعني والله نبقى هذا موضوع خارجين منه تماما راحين باتجاه إلغاء أوسلو طيب أنتو يا سيد أبو مشعل قدام اختبار الآن قدام مرحلة جهة إذا كان هذا الكلام مضبوط والنوايا ظهب باتجاه استعادة الوحدة وبناء شراكة والخروج من أوسلو يا سيدي ماشي الآن مطلوب من الأخ أبو ماسن بصفتي رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير فلسطينية خطوة واحدة دعوة للجتماع عاجل للإطار القيادة الموحدة الآن الذهاب باتجاه بناء منظمة التحرير على أسس ما اتفقنا عليه في 2005-2011 ومن ثم البرهان على أن هذا الكلام حقيقي حتى اللحظة الخصوم السياسيين في غزة والضفة والداخل المحتل لا يثق أحدهم بالآخر بالتالي لماذا بدك الناس تصدق هذا الكلام أخوه مشعل وتتقبل بعض الرأي لماذا أنتو رهبتوا باتجاه الحوار مع الآخرين قبل الذهاب باتجاه حل التشريع على الأقل مش إحنا في الجهات شركاءكم حتى لا تكرس انقسام وحتى لا تصبح معادلة أنه والله حركة فتح بتفرض وعلى حماس أن تبتلع أو أن حماس تريد أن تعطل وتفرض وفتح أن تبتلع هذا منطق بصراحة ما بيكمل رفق الأساس في نقاش حول الفكرة في نقاش مع الشركاء اللي إلكوا مش إحنا ومن ثم يذهب الجميع إلى الغاية التشريعي ويحل السلطة كمان ما في مشكلة لكن إنه ظل المرحلة بهاي الطريق إنه إذا الناس تكلمت بصير في مشكلة وإذا الناس سكتت في مشكلة أنا أعتقد أن هذا كلام علينا أن نعيد يعني تقييم وتعريف مجدد أنا يعني فقط أود أن أقول يجب أن نقيم المرحلة الماضية على قاعدة بناء مرجعية وطنية واحدة على قاعدة إعادة الاعتبار للمشروعنا الواطنين على قاعدة بناء منظمة التحرير وأنا هنا أتفق تماما مع هذا المنطق لكن البرهان على ذلك والدليل في المرحلة القادمة والله إذا الإخوة بحركة فتح والأخ الرئيس أبو مازن بيدعو للقاء طارق لوضع لبحث الأوضاع والعقوة والتطورات والمعيقات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وبدأ حماس والجهاد والشعبية والديمقراضية وباقي القوة محركة في اللقاء في القاهرة اللقاء في بيروت في دمشق لكي نضع الأسس الحقية للشراكة الوطنية ولعادة بناء مرجعية وتجاوز منحلة التسوية السياسية هذا كلام جميل جدا وهنا أنا أدعو الأخ أبو مازن وأدعو الأخوة بفتح بالتحديد الآن إلى الدعوة للاجتماع طارق وعاجل لبحث كل هذه المعيقات ومخاطر صفقة القرب ومخاطر أيضا تكلس القسام هذا بدو ظل حاضر قدان ونحن بتكلم لكن والله إحنا بنعمل اللي بدنا إياه وبعدين إننا صدقنا أو ما صدقنا أعتقد هذا الكلام يعني ما بجمعش الناس عليه كتير لكن أنا بقول إذا كان الهدف بالفعل هو تجاوز أوسلو إحنا بدينا ورجلينا لكن إثبتنا الكلام هذا هذا يحتاج إلى دليل وبرهان في الأيام القادمة إما أن نصدقه الفعل على الأرض في الأيام القادمة أو إما أن تكذبه في الأيام القادمة طيب دكتة التخوف التي طرحتها من تدويل الأزمة بين حماس وفتح انطلاقا من تداعيات التي تخشعون يعني إحنا نتابع الأمور على الأرض وشايفين الفريقين يعني وتابعين كل شيء الإخوة بحركة فتح قاموا بحل السلطة دون تشاور محركة حماس حماس لن تسلم بهذا المنطق وعلى الجميع إما أن تقنوا حماس أن هذا باتجاه الخروج من أوسلو وإما أن تذهب مرة أخرى لاتجاه استعادة الوحدة الوطنية ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية للشركاء بالسلطة إحنا برأينا الشراكة عنوانين أستاذة ديما أستاذة العليزة رانيا عنوانين عنوان الشراكة في المشروع الوطني قاعدته منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اتفاق 2005-2011 وشراكة في النظام السياسي عبر السلطة إحنا في الجهد الإسلامي لا نحن علاقة بالشراكة بسلطة لكن نطمح إلى الشراكة في منظمة التحرير في البرنامج الوطني في المشروع الوطني الذي من خلاله نستطيع أن نحمي مشروعنا الوطني ونعيد الصراع إلى طبيعته مع هذا المحتل خاصة في ظل مسيرات العودة بالغزة والحراك الشعبي الجميل بالضفة الغربية هذا الكلام الذي نريده أما أن تبقى القضية هكذا ربما إذا استمر هذا السرع وأنا أقول لك بصراحة حماس إذا أسرت أنها لن تعترف بهذه الخطوة وبدأ التعقد التشريعي وغدا ربما نزل باتجاه قرات أبو مازن يمثل ولا يمثل عباس زك يمثل يمثل خالد الباش يمثل يمثل سنكون أمام مشكلة في الشرعيات وربما سيزيد مشكلة أكثر لذلك هذا قد يدفع الأطراف إلى التمسك بالمواقف وعندها بدنا نروح على ستوك هولم هذا هو محظور يجب أن ننتبه منه لذا المطلوب اليوم سرعة التآم الجرح سرعة استعادة الوحدة الوطنية البدء بحوار وطني البدء بلقاء وطني عاجل يجمع كل أطراف لكي نضح حدنا ولكي نقيم ونبدأ بمرحلة جديدة بصرف النظر عما قد يستقيم عليه الأمور أن نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الشراكة والوحدة والمقام في وجه المحتل الصيون موضوع ستوك هولم سأسألك عن ذلك وأيضا عن الخيارات المقبلة ولكن حتى نعرض لهذا التقرير أيضا في سياق المواقف حيث يصير قرار رئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي جدل حول شرعيته ودستوريته فصائل فلسطينية عديدة رأت أنه يشكل عقبة أمام جهود المصالحة ويزيد المشهد المعقد أساسا في الساحة الفلسطينية فما هي أبرز ردود الفعل على الساحة الفلسطينية نتابع ذلك مع زميلة هبا محمود قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي استثار ردود فعل من مختلف الفصائل الفلسطينية الجهاد سارعت لرفض القرار معتبرة أن الرئيس أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية ويأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات حماس اعتبرت القرار بلا قيمة دستورية أو قانونية ولا يعد كونه قرارا سياسيا لا يغير من الواقع شيئا مؤكدة أن المجلس التشريعي سيد نفسه حزب الشعب الفلسطيني رأى أن حل المجلس التشريعي يفتح الطريق لمزيد من التدخلات الخارجية لتكريس فصل قطاع غزة داعيا إلى ضرورة الاحتكام للشعب عبر الانتخابات وهو ما دعت إليه أيضا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي وصفت القرار بغير القانوني والذي يناقض اتفاقات إنهاء الانقسام الفلسطيني وينعكس سلبا على مسيرة المصالحة من جهتها لجان المقاومة في فلسطين رأت أن قرار عباس يعزز الانقسام ولا يخدم إلا العدو الصهيوني كما أن التباهي بالتنسيق الأمني وأحباط العمليات الفدائية في الضفة جريمة وطنية حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حذرت من خطورة حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بدوره وصف طيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الخطوة بأنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو وطني وهي مقامرة سياسية غير محسوبة العواقب نتابع أيضا المزيد من ردود الفعل من الجهات وخصوصا نتحدث عن الفصائل الفلسطينية كل مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن بحاجة لعط نظر وإن كنا نعتقد بأنه من المفترض والأفضل للساحة الفلسطينية والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات هذا كله في إطار الحوار الوطني الفلسطيني الشعمل لا نريد مزيدنا الانقسامات بالساحة الفلسطينية نخشى أن هذه الخطوة تعمق الانقسام القائم أصلا ونحن منذ سنوات طويلة نعمل من أجل إنهاء هذا الانقسام بصراحة القضية الفلسطينية وشعب الفلسطيني متضررين جدا من استمرار الانقسام أعداءنا يتزرعون بالانقسام حتى يعطلوا كل إمكانية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما تعلموا وأصدقائنا يتزرعون بالانقسام أو أصدقاء الشعب الفلسطيني أقصد للتنصل بمسؤولياته قرار إلغاء المجلس التشريعي الذي صدر عن الرئيس محمود أباس قرار غير قانوني وغير شارعي بنظرنا لأن هذا القرار لا بد أن يتخذ في إطار هيئات ومؤسسات الإجماع الوطني الفلسطيني وسيزيد من تعقيدات الوضع الفلسطيني خاصة أنه يأتي في ظل استمرار حالة الانقسام ويأتي في ظل التفرد والهامنة التي تجري على السلطة وعلى قيادة منظمة حريف الصيني المادة 113 من القانون الأساسي الفلسطيني بتقول أنه لا يجوز حمل المجلس التشريعي في حالات الطوارئ وحين حدد القانون بكرة حالة الطوارئ كان يقصد أنه حتى في أقصى الظروف التي يمر فيها المجتمع الفلسطيني حالات الطوارئ يجب أن يحافظ على المجلس التشريعي ولا يبرر ذلك سببا فيه ولم يقصد من وجهة نظري المشرع أنه في الحالات الاعتيادية يمكن كسر هذه القاعدة إذن تبعنا جملة من المواقف خصوصا نتحدث عن الفصائل الفلسطينية وقفنا على رأيي في دستورية وقانونية القرار لكننا تجاوزنا ذلك بالنقاش وأنا أعود إليك سيد عباس زكي في الخيارات المقبلة أو المطلوب كما قال سيد خالد البطش لأن هناك مخاوف عديدة من أن يتحول هذا الانقسام السياسي إلى انفصال جغرافي من تداعيات حل المجلس التشريعي لأن الوقوف أيضا على الطريقة وإلى أي حد يمكن البحث عن خيارات جديدة القاهرة عنوان يمكن الاطلاع بمهمة تتحول من الوسيط إلى نوع من التحكيم بين الطرفين هل يمكن ذلك خصوصا باتجاه الانتخابات يعني أولا بالنسبة للموضوع ما في هذه الخطورة التي شايف فأنا يعني غير الذي شايفينه وإنتوا الكاميرا عندك راحة لناس محددين إنهم موقف مسبق من أبو مازن ومن أي قرار بأخذوا أعطينا مواقف سيد زكي لكن في عنا نحن برضو في مجتمع في البلد يا ستي في مواقف كان يعني لو بعرف المراسل تبعك ويقوله روح على الأستاذ فلان وروح على الرئيس الجامعة فلان نروح على فلان لأن الناس ملت من مؤسسات شالة وأصبحت عبئ وغطاء لاستمرار انقسام فبالتالي خلينا نقول اللي بيحكي البلدش إنه والله ممكن يكون هذا ناس تفسير إله غلط وممكن يفجر وين الناس اللي بدهم يلموا الموقف هاي طلال ناجحك جيدا يعني فبالتالي إحنا ما نخرج عن عن مصالحنا العليا بلاش شو بده هذا الفصيل وهذاك الفصيل اتعبنا في هذا الموضوع هذا المجلس التشريع نواب شعب وأنا في اعتقادي لو كان للمجلس دور من 12 سنة بتحرك بسوي شيء لكن صار اللي مع فتح مع فتح واللي مع الحماس مع حماس وكأنهم زادوا واحد بنتخب بصير لكل الشعب الفلسطيني مش بصير مع فصيله أنا كنت وأنا في المجلس التشريعي صوت الغائب ونحكي لصالح يعني كان كثير يستفز مني المجلس وإحنا بنحكي عن مثلا حماس أو الجهاد بالتالي لا النائب لكل الشعب ولازم يكون لهم دور إحنا الآن بنقول دعا أنه كل الناس اللي بيحكوا من حقهم لأنه المقروس بخاف من جرة الحبل ولكن أمامنا ست شهور وأمامنا الآن القاهرة القاهرة يا أخ أحمد ما إحنا كل يوم بصير إنا تطور مزعج القاهرة انتهت في 2012 عشر 2017 وكان السنوار أعطى موقف اللي بديه يخالب دقتع راسه طب شو اللي غير اللي أسطوانا ما كانوا أن الحكومة تنزل والأمور القضايا اللي هذه بتتعجل وسلاح بطل الناس تحكي فيه والموظفين حطوا لهم لجنة أنا مش عارف شو اللي حصل وبالتالي حتى أنا لما الناس كانوا يسألوني عن المفاوضات والحوار كنت أخجل أقول لا ما تسألوني اسألوني عن أي شيء آخر هل التوقيع اللي شايف هاي وهالناس اللي راحوا وين راحت يا أخي 2017 واليوم وهل لا أنا بقول لك ممكن يكبر الجرح من خلال ما بسمع من شتايم ومن تخوين ومن كلام فاضي وإحنا فيه الشلة إحنا في اللحظات الأخيرة المستوطنين الآن شكلوا قوات إرهابية والإسرائيليين مش عبئينهم حدا والوضع خطير جدا والنقاش بهذه الطريقة والتخوين بهذه الطريقة مختلف عن موقفنا المشترك في الأمم المتحدة وموقفنا تاريخيا ما كنا نصل لمرحلة أن الرئيس النزبالي أو لازم نبهد له مش هيك طيب ما هو إنسان كمان ما بجهوز أنه يطلع أي واحد ويبدأ يطاول ويبني مواقف على مؤسسة ما قدمت شيء للوطن منذ 12 عام هي المشكلة سيد عباس زكي لا نريد أن ندخل في إطار استجرار النقاط مجددا لأن الأمر ليس له علاقة بأن هذا المجلس ما الذي كان يقوم فيه كان كل هذه السنوات متروك وإذا فيه انتخابات ما المشكلة أن يبقى ستة أشهر أخرى إلى حين ذلك المشكلة نفهمه بشكل أو رسالة أو الطريقة وحتى بإطار التعاطيب على حركة حمس اليوم هذا يبني عليه ربما ويخشى من تداعيات إلى أي حد يمكن اشتراح خيارات جديدة أو التقاء في نقطة ما سيد البطر والقاهرة مجددا عنوان هل يمكن الذهاب باتجاه الانتخابات وأن تكون القاهرة في مكان التحكيم وليس الوساطة أن يكون هناك لجنة مشتركة القاهرة تكون مشرفة دول عربية لا أدري بأي صيغة أخرى وانطلاقا من ذلك يعني يبنى على الأمر مقتضى سيد البطر والله أستاذ أصبحنا الفاضلة يعني في القاهرة في القاهرة أيضا وفي عنا أيضا مفتو سؤال لسيد البطر سيد عباس زكي عذرا لمين إلى السؤال ولا لحما سيد خالد البطر هذا ما أعرف أنه اسمه تفضل سيد البطر طيب أستاذ عباس زكي أستاذ كبير ونحن احترمه ونجله وتعودنا منه على السراحة وعلى الإنصاف لكن في هذا النقاش أنا شاف الأستاذ بمشعل يعني إلى حد كبير يعني ليس كأهدته من الإنصاف الذي يعني هو رجل فاضل وكريم ووطني بامتياز لكن يعني وليس دفاعنا الأحد لكن يعني نحن مجلد جنسي على الهواء هلأ يا دكتور أستاذ الفاضل مين أعطى المجلس التشريعي مين منع التشريعي يشتغل عشان الآن يقول ركام مرمي بدون عمل ما العطل التشريعي نفهمين يعني عطل التشريعي لم يسمح له بالعمل في الضفة الغربية الآن إذا الوضع خطير أخي أبمشعل بغزة والضفة الغربية هذا أدعى بأن نلتقي ونتجاوز هذه المرحلة كلها ونغلق صفحة السلطة كلها ونذهب باكتجائعات لاعتبار لمشروع الوطني المثاق الذي كرست منظمة التحريب عند انطلاقاتها وأيضا نلغي هذه المرحلة كلها ونحن جاهزون لذلك نتحمل معكم كافة المسؤولية والتكلفة والدم هذا الكلام نحن جاهزون له لكن مرة أخرى لا نريد أن نتعامل مع القضايا الحسن ما نراه حسن والسوء ما يراه الأخرون سوء يعني لا رأي سليم لا رأي صواب لا يحتمل خطأ ولا رأي خطأ لا يحتمل للصواب كلنا أراءنا قابل لأخذوا العطاء لذلك أخي الكبير أبو مشعل الآن هناك تخوفات الآن ما فينا نقول والله الناس ليش طب ليش ما شاورتوا مع حماس ومع الجابة الشعبي والديمقراطية وقد تقرأ بحالة تشريعي بل تشريع بل غيره لكن نحن لدينا تخوفات التخوفات الراهنة إذا إحنا خيفين على الضفة الغربية وخيفين على مصفقة القرن وخيفين من المشروع التطبيع العرب وهذا كلام واضح أنا معك مئة بئة مئة هذا يستدعي مننا يا سيد الفاضل يا أخي الكبير أن نذهب بك جاء لقاء حوار تشاوري لوضع ترتيبات كيف ندير الصراع مع إسرائيل وكيف نرتب بيت الفلسطين الداخلي لكن مش أنا لبضع كل الترتيبات ولا من حق أي أحد ولا أنت ولا غيرنا ولا ولا هناك إجمع وطن يجب أن يسود اليوم الموضوع مش موضوع التشريع بس الموضوع في مخاطر نحن لدينا تخوفات أن هذه الخطوة قد تؤسس قد تكرس انقسام قد تكرس صراع قد تزيد من شقة الخلاب بينكم وإخوة بحركة حماس باعتباركم مكون أنت وحماس أساسي في السلطة نحن لا نخشى على فلسطين لأننا بعون الله معكم ومع الشرفاء مع بنادقنا مع جبابنا مستمرون في حماية فلسطين لكن اليوم هناك خطوات من جانب واحد تقوم بها السلطة الفلسطينية الآن إذا الناس اعترضت بصير ناس مع أوسلو وإذا الناس قلت مضبوط بصير محل مع انتجاوز أوسلو لا يعني ليست هكذا تورد الإبل أخونا الفاضل إذا إحنا معنيين إذا كانت مرة أخرى كانت هذه الخطوة اللي بنت على قاعدة والله إنه في تجاوز لمرحلة أوسلو مرحلة التسوية السياسية باتجاه الوحدة والمقاومة ونصف هذا الاحتلال إحنا قلنا معكم لكن إذا هذه الخطوة جاءت في سياق التكريس في سياق تكريس حالة الانقسام وتكريس الأزمة الداخلية وتكريس المعاناة المستمرة وشرخ الصف الوطني وزيادة الشرخ الصف الوطني كيف يمكن أن ما ذعل القاهرة سيد باطش يا ست الفاضلة القاهرة يعني إحنا القاهرة مشكورة في كل جهدها اللي قامت فيه يعني إذا أخونا أبو مازين طالما أن الأخ أبو مشعل بيقول هناك رغبة لدى الأخوة بالسلطة وحركة فتاة بتجاوز أوسلو وتجاوز مرحلة الاعتراف المتبادل بإسرائيل معناه تبدو لحق خطوة تانية هذه الخطوة هي خطوة الشراكة والوحدة الوطنية والله إذا هذا الكلام بيصدق الواقع إذا كان في دعوة قريبة للقاء خذل هذه الفترة القادمة من أجل تعزيز الوحدة والشراكة وتجاوز أوسلو وتجاوز هذه المرحلة وإغلاق كل المؤسسات المثق عن اتفاق التسوى مع إسرائيل فنحن بالتأكيد مع هذه الخطوة ولن نختلف عليها لكن إذا عادت هذه الخطوة إلى مزيد من القسام ولم تؤدي إلى مصالحة ولم تنقذ واقع منظمة التحرير ولم تريح الشرع الفلسطين لا في غزة ولا بالضفة ماذا يمكن أن نسميها؟ هل نسميها وحي من السماء نزل؟ ووشوش أخونا بمازل قالوا حل التشريع وروح يعني هذا كلام بدنا كمان نتوقف عنده أخي الكريم اليوم مطلوب مننا نعيد تقييم الموقف نقرأ الواقع صحيح سواء خطأ سواء صواب لا ينبغي أن تستمر الأمور هكذا يجب إنقاذ الموقف الفلسطيني يجب إنقاذ الحالة الوطنية الفلسطينية وأنا أعتقد أن الخطوة الأولى لإنقاذ الحالة أصابت حماس أخطأت فتح أصابت فتح أخطأت حماس المطلوب اليوم هو اجتماع طارئ للقيادات الفلسطينية لأمناء العامين مع أبو مازن مع قيلة فتح في ساحة سوريا لبنان قاهرة في أي ساحة المصريين مهما بذلوا من جهد إذا نحن نجد صالح نجد عصائد وضربوا فتح وحماس يعني ليس سيمروك المصريين في الأخير دولة تحترم حانا وقدم الساعات ألاف الساعات من العمل ولا يمكن نتقال مربع المساطة إلى مركبع التحكيم وليس بالضبط لذلك نحن أصحاب المشكلة لذا مطلوب نحن نأخذ خطوة للأمام باتجاه تعزيز الوحدة والشراكة وتجاوز هذه المشكلة أو هذا المطب أو هذه الصيغة التي نعتقد نحن أنها ستزيد من شقة الخلاف بين الإخوة الأشقاء بفتح والإخوة 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 والشيقاء بحركة حماس هذا الخوف ليس أكثر هذا الخوف بطل دوحاجي وحده لقاء تشاور عاجل والاتفاق على الخطوة القادمة إذا كان الهدف من خطوة التشريعي حله هو تجاوز مرحلة التسوية ستسام على إسرائيل وسحب الاعتراف بإسرائيل وخروج من تفاق أوصله وهذا سألنا سنبارك سيد زكي هل سلطة هل رئيس أبو مازن بوارد مثل هكذا خطوات؟ نعم هل رئيس أبو مازن كما يقول السيد البطش بوارد مثل هكذا خطوات؟ ليس بموضوع أوصله والنسبة على الحوار اللي بوارد أكثر من خطوة أولا أنا بقترع على بقترع على الأخ خالد التالي إحنا أمامنا ستة شهر سنخرج من أوصله حتى نبين للناس بأننا جاء الدين لجأنا للسلام ولكن حينما قبلنا بهذه السهام شعبنا شعبنا أقوى مننا وأبو عمار قال شعب أكبر من قيادته سنولي أمرنا للشعب سواء بالمواجهة سواء بالمصالحة سواء بال يعني الانتخابات العامة رئاسية تشريعية إلى آخر رأيي أنا النفوس الآن صعبة إلا مش بالنصوص العلة بالشخص والنفوس فأنا بقول لو حطينا قرآن لا أحد موافق وانت تعرف هذا إذن خلينا نخرج من أوصله لسه ستة شهر بجوز ذي شعر لأن الوقت المخصص لهذا الملف يعني شعرف على انتهاء كيف أطمن شركائك أبو مشعد أنا كيف أطمن شركائك في السلطة وكيف أطمن شركائك في الوطن أنت كيف تطم الناس يا أخ خالد ماشي مطنشك أنا بقول لك أنا سويت أوصله بدي أطلع من أوصله بلاش تضلوا ماسكين هالموضوع أنا بحكي عن أوصله أنا بحكي عن ما بعد سيد أبو مشعل أنا بحكي لا بدناش أوصله لأحنا بدنا أوصله ولا وقع أوصله أصلا وانت بتعرف موقفنا يا أبو مشعل إحنا أوصله جريمة كبرى تقبت بحق القضية الفلسطينية عندما اعترفت المنظمة بـ 78% من أرض فلسطين لإسرائيل هذه الجريمة لا ننساها ولا نتغتفر إلا إذا عقدلناها لكننا نتكلم الآن عن الخطوة التالية إذا بدكم تخرجوا من أوصله وتتجاوزوا المرحلة إحنا جاهزين إيدنا معكم بس تفضلوا عن النقاش عن اللقاء وطني لنضع الترتيبات معني يا أخي الفاطل يا أخي خلينا نتقابل خلينا نتقابل وإحنا راضين عن بعض إحنا نعم في دعوة يعني لهذه المقابلة إحنا خلينا إذا سمحت مش فاهمك عم قول في دعوة للقاء يعني تقول خلينا نتقابل سيد زكعة تسمعني لا 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 أنا بحكي للأخ خالد يعطينا مهلمة هلأ كل واحد بتخمل عالي كل واحد بيعرفش إشي في الموضوع عم بكي القرف وبقول ضربته وعطلت الوحدة كأنها كائنا قائمة أنا رأي يجب أن تخرج فتح من أوصله أولا يعني السلطة أو النظام الفلسطيني يطلع من أوصله هذا أولا وأنا فرحان على هذا الموضوع بدنا نخلص اثنين حينما فتح صاحبة المشروع عليها أن تكمل إما أن تعمل عمل كبير والناس يلحقوها وإما أن تتسلم العدة وتروح وإحنا في فتح لسنا خراف ولسنا طراطير ممكن الواحد يكون بتقول لي ليش عصبي أنا بسمع الكلام كله على فتح وفتح تجلد بلا سبب إذا غلطة في السلطة فتح وإذا فيه مشكلة كلها فتح ويحتحملنا كثير فبدنا نخرج من هالدك كذا وبعدين يا سيدي الله كبير وشعبنا كبير والدم اللي حيصير في الضفة هيحرك كل الضمائر الباحثة عن استمرار فصيلة لحساب قضية فيه مذبحة قادمة يعني إحنا بدناش نحكي كل اللي ساير لا لا تحكي سيد زكي أنا رأيي ما بصير لا لا أنا رأيي ما بصير إحنا إذا إذا انتصرت أنا على حماس أني أنا بطل أو حماس تنتصر علي أنه بطل البطولة ننتصر على إسرائيل وأنا الأوان من الردح ومن من القضايا الفاضية والخناقات اللي مالهاش أساس وقال بيحكي لأخ خالد أنا معه أنه لازم نصير لازم نصير لازم نصير لازم نصير اجتماع ولكن الاجتماع خلينا نقدم الدليل إحنا أنه طالعين من أسله خلينا نقدم هذا الدليل طيب وفي نقطة فقط قبل أن تنتقل نقطة النقاش الأخرى فيه إمكانية لإجراء انتخابات في الضفة وفي غزة وفي القدس المحتلة ليش لا نعم لانتخابات بره وجوه وين مكان طيب في نقطة أخرى أيضا لو تبقى معنا سيد زكي وأيضا سيد البطش التقى وفد المجلس التشريع الفلسطيني بقيادة محمود الزهار عددا من المسؤولين الإيرانيين في طهران وقد أكد الجانب الإيراني استمرار دعم الفلسطينيين وضرورة مواجهة صفقة القرن كما أثنى الوفد الفلسطيني على مواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية ملحم ريا لقاءة متعددة أجراها وفد المجلس التشريعي الفلسطيني بقيادة الدكتور محمود الزهار مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران تؤكد أهمية الزيارة الوفد الفلسطيني أشاد بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية ولسيما موقفها الأخير في الأمم المتحدة أما الجانب الإيراني فخرص على تأكيد استمرار الدعم الذي قدمته إيران لفلسطين على مدى أربعة عقود مع التأكيد أن لا سبيل سوى استمرار المقاومة لاسترداد الأرض المغتصبة من الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس كانت واضحة في الإشارة إلى الدور الإيراني وأهميته للفلسطينيين سابقا وراهنا أعتقد أننا وجدنا حرصا على دعم وإسناد القضية الفلسطينية وقدرنا هذه الجهود التي تبدل في دعم قومتنا وتعزيز صمود وثبات شعبنا في مقارعة العدو الصيهوني إيران قدمت الكثير إيران لديها عدة هويات إيران كبلد إسلامي وإيران كعضو في الأمم المتحدة وإيران كعضو في دول عدم الانحياز التحركات الدبلوماسية والسياسية والدعم المالي والسياسي والديبلوماسي هو دعم دائم تؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات الإيرانية الفلسطينية ولسيما مع فصائل المقاومة كما تؤكد أيضا استمرار إيران في خيارها الاستراتيجي الذي اتبعته في دعم الشعوب المظلومة من دون تفرقة أو تمييز وتظر هذه الاستراتيجية واضحة على الطرقات وفي الميادين هنا فلسطين في قلب تهران فهذا تأكيد لمرجعية إيران في قيادة محور المقاومة لأن الزيارات ليست عادية هنا ترسم استراتيجيات الصراع مع العدو الصهيوني وهزيمة عوانه في المنطقة تبدلت بوصلة العديد من الأنظمة والحكومات في المنطقة خلال العقود الماضية من دعم الشعب الفلسطيني إلى دعم الكيان الإسرائيلي لكن بوصلة إيران كانت ولا تزال باتجاه القدس من الحمرية طهران الميادين أعود إليك سيد البطش وفد من حماس في طهران واستمعنا لجوهر أيضا هذه الزيارة وما استمعوا إليه من القيادات في إيران وأنتم في دمشق وأسألك أيضا عن هذه الزيارة ما الذي تعنيه لكم في هذا التوقيت وأن تكونوا في دمشق كما قلنا في بداية النقاش بعد حوالي سبع سنوات أولا حماس يعني كفتح كالجهاد كالجبا الشعبية حركة مقاومة فلسطينية وازنة ولها دور كبير في المقاومة وبالتالي عندما تزور إيران أو تزور أي دولة عربية أو إسلامية إنما تعزز من هذا التوجه وتبحث أيضا عن تعزيز لهذا الدور في دعم المقاومة أو في تصدل صفقة القرن باعتبر صفقة القرن كما تفضل أخي أبو مشعل قبل قليل هي لا تستعد في القضية الفلسطينية فقط ربما يكون العنوان الأبرز لصفقة القرن هي القضية الفلسطينية ولكن لن تتوقف عند فلسطين بل ستذهب إلى مزيد من تقسيم الأمة وتقسيم الشعوب العربية والإسلامية والدول وأعتقد أن لن تبقي دولة ذات سيادة ذات مربع جغرافية وخارطت خوارط بيرنر ليويس وغيره من كهنة صفقة القرن أو ما يسمى بالربع العربي واضح هذه العيان لذلك نحن نعز علاقاتنا مع كافة القوى مع كافة الدول التي لها علاقة بفلسطين وقلنا سابقا أن أي دولة عربية أو إسلامية لها علاقة بفلسطين على قاعدة تعيز صمودنا وتعيز مقاومتنا ولا تبتزنا ولا تطلب بنا التراجع نحن نرحب بالعلاقة معها ونعزز ذلك أما الدول التي تريد أن ننحاز إلى خيار تسوي السياسية واعتراب بإسرائيل أو ننحاز إلى صفقة القرن فبالتأكيد لن تجد مننا أحد يزورها أو لن تجد مننا أي ترحاب لذا الزيارة الإيران منطقية ومعقولة وتأتي في هذا السياق بالنسبة لنا نحن بالنسبة لنا من الطبيعي أن نكون في سوريا وأن نزور دمشق وأن نزور بيروت وأن نزور القائرة وأن نزور تهران وأن نزور كل عواصم وأي عاصمة تستقبلنا وتفتح لنا أحضانها بالتأكيد نحن نرحب بها ونعتز بفتح العواصم أمامنا في الوقت الذي لا تفتح بعض العواصم العربية أمام الفلسطينية أو أمام خيار المقامة وقوة المقامة وتفتح أمام سارة نتنياهو ونتنياهو وريغيف وإسرائيل كاتس بمشاريع تطبيع بمليارات الدولارات عبر قناة البحرين أو قطار السلام الصيوني العربي عبر مشاريع تطبيع وتسوية وتطبيع وقح من بعض هذه الدول العربية لذلك من الطبيع أن تجدنا بدمشق أو بيروت أو تهران أو القاهرة هذه قضايا مألوفة لدينا وأي عاصمة أخرى يعني الأردن أو أي دولة عربية كريمة شريفة لذلك ماذا استمعتم من قاعدة أن هذه البلد أو من التقيتم أيضا والله يعني التقينا بقيادات كريمة سواء قيادة المقام الفلسطيني وبفصائل المقام بفلسطين في الساحة السورية اليوم كالذلك لقاء موسع مع كافة القوى الوطنية والإسلامية ومثلي الساحة السورية لكل التنظيمات الفلسطينية لقاء موسع في مقر المجلس الوطني وبعد أنتقينا بعض الشخصيات السورية طبعا وأمناء عامين وبعض معاونين الأمناء العامين بدمشق وأيضا كان لنا ببعض الشخصيات السورية الوازنة التي بحثنا معهم كيفية سبل دعم وتعزيز مسيرات العودة الاعتناء بالجرحة تسجيل خروجهم دعمهم في قطاع غزة دعمهم ورعايتهم اجتماعية وطبية وأعتقد أننا سمعنا إجابات إن شاء الله سيترتب عليها أشياء مهمة من أجل تعم مسيرات العودة وأيضا تخفيف معاناة جرحان الأبطال في قطاع غزة الذين يحتاجون رعاية طبية ورعاية اجتماعية أيضا من قبل أمتهم ومن قبل الأحرار في العالم العربي. لذا تجدين تحرك في بيروت وفي دمشق وغدا ربما في القاهرة وغيرها من أجل تعزيز هذا الموقف من أجل أيضا التصدي معانا لتصفقة القرن. تصفقة القرن مرة أخرى هي عنوانها القضية الفلسطينية وعنوانها اعتبار القدس عاصمة الكائن الصيوني. ولكن أبرز داعياتها وتجلياتها تقسيم الوطن العربي مرة أخرى لأننا نحن أمام سايكس بيكو جديد برعاية البلطجي ترامب. سيد زكي أنتم في العاصمة الأردنية عمان تلبيا أيضا لدعوة من السفارة الإيرانية في احتفالية بذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية. بارح برام الله واليوم في العاصمة الأردنية تلبيا لهذه الدعوة. كيف تنظرون لهذه الزيارات لحماس أو حتى الجهاد بين طهران ودمشق؟ بما تفضل به السيد البطر. يعني أولا إيران هي البلد الأصدق اللي رسالتها وخطابها من أول ما بدأت مواجهة الاستكبار العالمي. وبالتالي نزعت العلم الإسرائيلي وحطت العلم الفلسطيني. فرحم الله الخميني. وأم اليوم للقدس ملايين الإيرانيين بطلعوا كل آخر جمعة برمضان. يهتفوا ضد الاستكبار العالمي. وانتصارا للقدس. الإيران ليست لفصيل. هي للقضية الفلسطينية. وبالتالي نحن مصرورين جدا أن من يستطيع أن يذهب لإيران يجد التكريم والتعظيم. لأنهم يحبوا كل فلسطين. وبدهم ليس فصيل. بدهم كل الشعب الفلسطيني يكون موحد. وبالتالي نحن نشعر بأن تكريمهم لأي فصيل هو تكريم للقضية الفلسطينية. أشكرك جزيلا. شكرا سيد عباس. زكي عضل لجنة المركزية في حركة فاتح كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية. سيد خالد البطشة القيادة في حركة الجهاد الإسلامي. وضيفنا الذي يطل إلينا أو علينا من العاصمة السورية دمشق. شكرا جزيلا لك. بعد نسل إلى ختام المسائية نتذكركم بعناوينها. قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني يتفاعل. فتح تؤيد الفصائل ترفض وحماس تحذر. هل يتطور الخلاف؟ نائب رئيس المجلس التشريعي يتجهل قرار الحل ويدعو إلى جلسة الأربعاء المقبل. فما هو سقف الصراع المستجد؟ الجهاد في دمشق وحماس في طهران. لقاءات ومواقف دعم للمقاومة ونصرة لفلسطين وتشديد على مواجهة إسرائيل. دائما المزيد من أخبار والتقار إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين. تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء وأعيد مجيدة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر